حذرت أجهزة المخابرات والأمن البريطانية من تفجيرات محتملة على يد خلايا تابعة لإيران تستهدف المصالح البريطانية وذكرت الأجهزة الأمنية لبريطانية أنه بإمكان إيران إصداروا إشارة إلى شبكة من الخلايا الإرهابية النائمة تابعة لها ولحزب الله في بريطانيا وأوروبا هذا بهدف ارتكاب فضائع ضد المصالح البريطانية كانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية نجحت في ضغط خلية كبيرة عام 2015 وأطنان من المواد المتفجرة الفتاكة كان يتم تخزينها في مقار شركات بضواحي لندن